ظهرات النهاردة اللي نشرت عن إن في عرائيين سنة فرحانين أو سعداء باغتيال السليماني هل دي رأي عام فعلاً ولا دي تصرفات فردية؟ يعني الأساس أهم شيء إنه لازم نعرف إن القصة السليماني هو مهندس التحرك التوسعي الإيراني وإمداد الحوثيين بالسلاح والعمليات حتى بما في ذلك وعشان كده العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة كانت واضحة هي رد على إنه حاجتين على مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد وكانت هذه يعني كان خط أحمر خط أحمر اقتحام السفارة نيسيوا إنه هناك فرقاً بين 1979 اقتحام السفارة الأمريكية في إيران و2019 اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد هناك فرق رهيب في الحدثين فرق سنوات طويلة وفرق في عقلية بين كارتر وترامب عشان نبقى صرحة كارتر كان أكثر تصالحية ترامب له وجهة نظر مختلفة وتصور مختلف لأنه وضع حتى في جعباته الآن بعد يعني قتل أبو بكر البغداد وضع في جعباته شيئنا أبينا أنه في عهده شاهدنا تصفية أبو بكر البغداد وشاهدنا تصفية قاسم سليماني قاسم سليماني شخص إذا كان من ناحية طهران فهو بطل شعبي إذا كان من ناحية قوة وأدول عربية كثيرة وأطراف عربية فهو شخص متورد في كل ما حدث سواء في سوريا سواء في اليمن سواء في لبنان تذكر أنه جاء من لبنان وخرج من الطائرة لا توصل إليها إلى مطار بغداد وحصل الاستهداف فتخيل شخص جاي من لبنان ووصل في مطار بغداد وعمل اللقاء واستهدف الصاروخ لأنه كان فيه رصد له وقصد اغتياله